بدأت بمدينة سيئون في محافظة حضر موت الدورة التدريبية لمدربي برنامج الترصد التغذوي الذي تنظمها الإدارة العامة لصحة الأسرة بدعم من منظمة الصحة العالمية وتسهدف الدورة خلال الفترة من الواحد إلى السادس من ديسمبر من العام الحالي عشرة مشاركين من أدات محافظات بهدف إكسابهم معارف ومهارات لتحسين الوضع التغذوي والاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية وعرب وكل محافظة حضر موت المساعد لشؤون الوادي والصحر عبدالهادي التميمي عن أمله بأن تحقق الدورة نتائج إيجابية على النظام الصحي خلال توحيد منهجية العلاج والتعامل مع حالات سوء التغذية داعيا المتدربين إلى التطبيق العملي الفاعل لتحقيق الفائدة المرجوة من الدورة